السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اجمع تلاميذ شعبة العلوم التجريبية لشهادة البكالوريا في اليوم الثالث من الامتحانات على ان مواضيع مادة العلوم الطبيعية كانت سهلة وقال التلاميذ في ان كل الموضوعين كان في متناولهم ومن جهتهم اعرب مترشح البكالوريا شعبة اداب عن تفاؤلهم بعد ان كان موضوع مادة الفلسفة في متناولهم وسيجتاز تلاميذ لجميع الشعب في الفترة المسائية مادة الفرنسية التي يعول عليها شعبة لغات ووفق المصدر نفسه يتم اغفال اوراق الاجابات الخاصة ببكالوريا الفان وواحد وعشرون على مستوى ثمانية عشر مركزا وتوزع بعدها على سبعة وثمانون مركزا لتصحيح اوراق اجابات المترشحين وسيتم بداية من واحد جوي فتح مراكز التصحيح وتستمر الى غاية التسعة عشر ويخصص مركزا واحدا وطنيا لاعلان نتائج الامتحانات ترجمة نانسي قنقر